تعد تميمة من التقاليد الراصخة في كأس العالم والتي تمثل رمزا ترويجيا لكل نسخة من نسخ المونديال تحمل تميمة كأس العالم 2022 اسم العيب وأستوحى التصميم من الزي الخليجي ظهرت تمائم كأس العالم للمرة الأولى في نسخة عام 1966 التي استضافتها إنجلترا وفازت بها ومنذ ذلك الوقت بات الإعلان عن تميمة خاصة بكل نسخة من البطولة قبل بضعة أشهر من انطلاقها تقليدا متوارثا وكان آخرها تميمة منديال قطر المرتقب وأكشفت قطر في الأول من أبريل الماضي عن تميمة المنديال والتي حملت اسم العيب وهي عبارة عن مجسم لفتى باسم بزي عربي لتنضم بذلك إلى قائمة تمائم بطولات كأس العالم وعرفت أول تميمة لكأس العالم في نسخة عام 1966 في إنجلترا باسم الأسد ويلي وكانت عبارة عن أسد يرتدي عالم بريطانيا مكتوب عليه عبارة كأس العالم وفي النسخة التالية للمنديال المكسيك 1970 ظهرت تميمة خوانيتو على شكل فتى صغير يرتدي قميص منتخب المكسيك أخضر اللون والقبعة المكسيكية الشهيرة سومبريرو وظهرت تميمة تيب وتاب في منديال ألمانيا 1974 وهي عبارة عن مجسم لشابين يافعين الأول طويل وأشكر والثاني قصير وشعره أسود وفي النسخة التالية بالأرجنتين عام 1978 ظهرت تميمة جاويتشيتو وكانت عبارة عن فتى يرتدي القميص الرسمي لمنتخب الأرجنتين وقبعة قتب عليها أرجنتين 78 وفي منديال إسبانيا عام 1982 ظهرت تميمة نارانخيتو وهي مجسم لفاكهة البرتقال وهي تحمل قرات القدم وترتدي قميص المتادور الإسباني وفي منديال 1986 الذي صدافته المكسيك للمرة الثانية كشفت عن تميمة جديدة بيكيه عبارة عن مجسم لثمرة الفلفل الحار المكسيكي مع شاب طويل ويرتدي قبعة سومبريرو الشهيرة وجاءت بعدها في كأس العالم بإيطاليا 1990 تميمة تشاو وهي مجسم لعصى لها رأس كرة قدم ظهرت في صورة لعب وبألوان عالم إيطاليا وفي نسخة 1994 بالولايات المتحدة تميز المنديال بتميمة الكلب سترايكر الذي يرتدي قميص المنتخب الأمريكي وكتب عليها عبارة الولايات المتحدة الأمريكية 94 وتحت قدمه كرة قدم أما نسخة كأس العالم التي صدفتها فرنسا وفازت بها عام 1998 فقد اختارت تميمة فوتيكس وهي عبارة عن مجسم للديكي الفرنسي المعروف كرمز وطني يمسك قرة قدم في يده وحملت تميمة منديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان اسم أوتو وكازوانيك وهي مجسمات لثلاثة مخلوقات حاسوبية بالألوان البرتقالي والبنفسجي والأزرق وفي النسخة التالية للمنديال بألمانيا عام 2006 ظهرت تميمة جوليو وبيل وهي عبارة عن أسد يرتدي قميص منتخب ألمانيا وكانت تميمة منديال جنوب أفريقيا 2010 باسم زاكومي وهي مجسمة على شكل حيوان الفهد الذي يرمز لغابات جنوب أفريقيا وظهر بلون شعر أخضر ويرتدي قميصا أبيض مكتوب عليه جنوب أفريقيا 2010 وفي منديال البرازيل 2014 ظهر حيوان التاتوبولا المهدد بالانقراض كتميمة للبطولة يرتدي قميصا أبيض مكتوب عليه عبارة البرازيل 2014 ويمسك في يده قرة قدم وحملت تميمة آخر بطولة لكأس العالم في روسيا 2018 اسم الزئب زبيفاكا الذي ظهر مرتديا قميص المنتخب الروسي مع عبارة روسيا 2018